العبرة في حال عب كمال النهاية لا بنقص البداية نقص البداية يعني في إخوة يوسف حصل منهم أخطاء كثيرة عديدة لكن آل أمرهم إلى خير في نهاية الأمر أنتاب الله عليهم واستغفروا وطلبوا العفو والسماح ممن أخطأوا في حقه أخيهم ووالديهم طلبوا السماح طلبوا العفو عفى عنهم يوسف عفى عنهم ووالداهم استغفروا الله عز وجل طلبوا من والدهم أن يدعوا الله أن يغفر لهم فالعبرة بهذا الكمال هذا يعني يفيد أن الإنسان وإن تعددت خطاياه وغلبته نفسه على الوقوع في أنواع من الخطايا عليه أن يعلم هذا الأمر أن العبرة بكمال النهاية فلا يبقى مستمراً في أخطائه لا أن يلقى الله عز وجل بل عليه أن يتوب وأن يسارع وإذا كانت حقوق مظالم يردها إلى أهلها ويكون شجاعاً في ذلك مثل ما كان شجاعاً في الإساءة بهم يكون شجاعاً في رد الحقوق وطلب العفو ممن أخطأ في حقهم ويندم ويتوب فإنه يكمل أمره بذلك والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات وكم من أناس كانوا في قاية النقص والسفول وتهب الله عليهم صاروا من خيار عباد الله ولم يضرهم النقص الذي في البداية لم يضرهم ما دام أنهم صدقوا مع الله التوبة والإنابة إلى الله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى العظيم قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه الغفور رحيم فمهما كانت الأخطاء والتقصير من العبد عليها أن يعرف هذا الأمر العبرة بكمال النهاية فليتوب إلى الله وليرجع إلى الله عز وجل وليونب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا الخير الذي ينبغي